السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة دي دو صمودي هاد نهر ان شاء الله نتكلموا على واحد اخطاء ديال التربية ديال الانانب انا في حقيقة حاولت انني لخصها لكم في واحد عشرة ديال الاخطاء يعني كي المربي اللي كيديروا واحد اخطاء و يعني هي شائعة بين الناس ولكن انا حاولت انني نقول لكم هاد الاخطاء هادو باش نطيحوش فيها تنتهم يعني بالنسبة لا المبتدئين لا الناس لمحترفين قدرو يتهموا ياخذوا واحد النقاط من هالفيديو انهم هادك نقاط شائعة بالناس في تربية الانانب اول خطأ هو عدم اعطاء تحصين او التطعيم شح الموعد يقول لك اللي انا راني عايشين عندي الانانب بغيها كاك راني ما كعبهم لد ولا ولا كنا متكدين ان هاد الشائعة رها خاطة مياف مياف انه كاينين امراض موسمية اللي لا بد ما تجي الانب وخصنا نطعمو الانب ديالنا ونحصنوه نديرو التحصين هاد تحصين راه كالانسان كلنا راح ندار بين الجلبة اي واحد راح ندار بالجلبة هادك الجلبة رها عبارة عن تحصين من واحد الامراض اللي كتكون ليسر كتجي من واحد الوقت الوقت التاني حاجة وهي اعطاء الجرعات اكثر في الدواء شحاب موعد كيمشيش الفيتامين مثلا ويقول اه باش 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 يكونوا مزيانين نعبيهم مثلا جوج معالق في فريترو معليش باش 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 يزيدوا مازال يكبروا مازال مازال هادي تحياء خاطئة كاين اللي كي بغي يضرب اليبراء وكي يحاول يزيد كتر في الجرعة هادك الجرعات يلزلتوا فيهم ركاد دواء الدواء توا راه ماشي يلزلت الكمية انها تبرد غير ها دواء الدواء التالية الحاجة وهي النظافة شحاب محد كي يهمل النظافة هادي دي ما كان عدد علياف الفيديو ديالي دي بيلا بغيتو الآن انهي بديركم يكونو مزيانين وهي تكونو منقي مزيان الكاج مره 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 الما يتبدل مره مره داك الزنقات تحتانية تغسل لما لا وحد نهار تشمشو تكشي كامل تديروهم فواحد الخنشة الآنهي بديركم وتغسلوا الكاج كامل يعني من واحد تلت شهور ولا ماشي مشكل زيان حتى هي رابعة حاجة وهي اعطاء الماء للالانيب كين الناس اللي كيقول لك حقا وذي فكرة شائعة عامة بين البدو كيقول لك الله ما كان عطيه وش حنا يجعل الالانيب بيننا الماء وهي في الحقيقة راه ماشي 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 الالانيب ما كيشربوش الماء وهم عايشين ما يمكنش مني بحث في هذا الموضوع لقيت ان هاد الناس اللي كيكونوا ديرين هاد هاد الفكرة هادي كيكونوا ما ديرينش ليكاج اول حاجة يكونوا ديرينهم غي في الارض يعني كيحفروا مساكن هادوك الالانيب كيحفروا وكيمشوا ويقلبوا على شي مصدر ماء وكيشربوا منو او كينا وحد اخرى ان الالانيب يعني اللي عايشين في ليكاج كينا كيسموه كيعطيهم كيعطيهم السيكالين لحويج الناشفة يعني ما فيهمش الماء وهما كيعطيهم واحد النبات اخضر كييستنب طومن واحد شوية ديال الماء ودك الماء كيكون كاين في النبات كييعيشهم صافي رام شربين الماء ولكن هادى راه فكرة خاطئة اما فيها بس عطي الالانيب واحد طويصة ديال الماء نا كل شي اي ان وو جعلنا من الماء كل شي انحي اي حاجة كائن را كييشرب الماء كيفاش الطريقة كيه واحد عاطيه السيدي ربي كيفاش كيكي كيكي النبس را عاطيك اشرب الماء ممكنش تعيش بدون ماء ما. اه كينوح القادية اخرى ديال اه وهي فحقة غريبة انا يا هدي هدي يالله جاتني فكرة شائعة في هاد البلاد بعد اللي احنا فيها. ويقل لك هيعطيو الارانب الحبوب منع الحمل. يعني هاديرا هاديرا بوم فدفة ليامات وقعت الناس كلهم كيمشي ويشريو هادك الحبوب ديال منع الحمل ديال ديال البشر ديال المرأة اللي كتستعمل الادوية وهما باش كي يربحوا اكثر كيمشي وياخدوها من السبيطار وكيبقوا يعطيوها كيديرو ديال الحبيبة كيديروها في معلمة كيديروها لها معلمة ويا خاطئة مئة بالمئة بحبوب الحمل لا يعني ما كتموت بشيء هذه انا حاولت نديرها في الفيديو خصيصا لد نقطة ديالي لانا راها فكرة شاعة فادليامات وراها خاطئة مئة بالمئة كين عوتاني اه بحقك جوجة جوجة نقاط ف القضية ديال الشمس الشمس خصي الكاج مره مره يتشمش في الارانب ولكن مش توجيه اشيعة الشمس مباشرة الجسم الأرنب لا هذا فكرة خاطئة كي نوحد أخرى وتاني توجيه الطيارات الهوائية مباشرة ونضيرها مباشرة كتضرب الأرنب إيما الشي ستبردهم سيمرضوا بالزكام ويمرضوا بشي أمراض اللي أنتم ما فغين عنها يعني ديما الفرفارات تكون معلية الفوق أو يعني تكون كتضرب في واحد جهة يعني تتمص من جهة الشرجم ولا وتضرب في الوسط تضرب في واحد القنط ويدور البرد ويخرج من جهة أخرى أو الفرفارات اللي كيكونوا كيدوروا وتهم ممزيانين الفرفارات اللي كيكونوا فيهم ذاك وحد الرياشة قد ترش عليهم البرد تهدوك أفضل قع إذا التيارات الهوائية ما يكونوش مباشرة مع جسم الأرنب كين فصل الصيف النقطة أخرى وهي فصل الصيف كين لي كيقول آه هم أمسا كنرا هم كين هتوا بزاف غادي نشد المبارد ونعطيه لهم مباشرة هادوك غيتوادعوا معهم لأن المعداد ديالهم ما كتسحملش وشحال مواحد نشالو الأرنب بهذا القضية دي أنه كيعطي المياه باردة لأن الأرنب خاص يكون الماء في الحقيقة هني اضرت في هذا الموضوع في واحد الفيديو السابق خاص يكون ملائم للغرفة يعني إما المزرعة أو الغرفة اللي انتقوم فيها أو السطح خاص يكون ملائم ما يكونش بارد بزاف أو سخون بزاف لا يكون مؤتادل أراقبوه مرة مرة يكون يعني عادي ما عادي اللي كان شربوا منه نحن هتاهم ما يشربوا منه غيم يكونش مغلاسي وتعطيونا هدا هذي نقطة كين واحد القاضية كين الناس اللي دايرين الأنانيب هما مبغينش يصرفوا عليهم محترية بسمه كيديروه كيمشوا جمعوا الخضرة التالفة الضائعة يعني من الأزبال وكي أعطيوهم هذي هذي نقطة رقيتها في واحد في واحد الحيادنا هنا ما مشكي كيمشوا جمعوا الزبل حشاكم يعني كي يجمعوا من 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 البوبال وكي يعطيوهم بالزعمة يقتاصدهم وهي ذاكرة مشي اقتصادة ذاكرة را تعفون ويقدر الأرنب يموت وتادك الشي اللي كي يعطيوهم را كي يكون كابر بوحد طريقة مشي هذيك مهمة لا حوله قوة إلا بالله كين فكرة خراءة وثاني هدا البابيون رابا غي خرج كين فكرة وثاني وهي الأخيرة وهي اللي مهمة في الأرنب كاملين في صربية دي الأرنب وهي ما نكشفوش الأرنب ديالنا على شي واحد غريب ولو يكون هداك الغريب مزيان يعني وخي يكون صالح ولا يعني ما كي ما كيشوش فيهم بوحد تشوفها خيبة ولكن حاولوا أنكم الأرنب ديالكم ما توريهمش للناس وخي يكون شجار وخي يكون الأهل الدار الأهل ديالكم راهم عايشين معهم هما راهم حساسة هد الأرنب كي يحسوا بزاف إذا لمشوا وشافوا غي واحد الواحد غريب كي يبقى كمش في واحد جهة تلغد ليه كي يبقوا يموت واحد مور واحد علاش لأنه الأرنب ديالك الواحد الشخص غريب هما معمروا بما شافوه كي يخافوا هد الأرنب بحال من دايرة في الحقيقة أنا لا بغيت ندير واحد تشبيه يعني باش الموضوع هذا نلسق المشاهد في الذاكرة ديالهم يقدرش يحيل منها هد الموضوع ديال الأرنب تربيه الأرنب بدينا بحال واحد شمعة شاعلة هاد الشمعة إذا لمشي تتوجهتها للريح كتفى إذا لمشي تبقيت ديمة ديرها واحد الكوفير من هنا ومن هنا وخا غير بيديك لم يديك عليها أنها مغاديش تتفى المشروع الحمد لله قاعد اللي دارو نجح فيه وخا المصاعب ديال في اللول الإنسامك يكونش عارف وخا إذا صبرت في هذا المشروع كون متأكد أن على الأقل يكون عندك اكتفاء ذاتي لمنزل ديالك من الحم ما غير تقعوش شريو للحم هادي متأكد منه ولا صبرتوه وطورتو المشروع أما كتوش كتصرف ورس المال وكتبتو تطوره وطوره وديره وطوره بيديك المشروع ثم تنح فيه لا تطور تطوره وطوره واحد النار ستجد عندك عادة قاطع ديالارينيب اللي لما غير تقدر تقابله خدام خور باش يقابل معك كون متأكدين أن هذا القادية إذا مشاريع زوينة على هذه الشكلة هذا المشروع من الماواشي وحتى من الدواجين لأن كل شهر تقدر تجد خلفها جديدة ولو ما تكونش من نفس الأم ولكن إذا عندك واحد نقوله غي واحد ثمانية الأمهات ولستة الأمهات ولا أرا كل شهر عندك خلفة جديدة أو وجوج خلفات أو ثلاثة أو كين الناس اللي كيكونوا متمكنين أرا كي يقول لي عندهم يعني أربعات الخلفات خمسات الخلفات في الشهر وهي غي غي سميتوا واحد القفص صغير وهو عرف كيفش يخدم وكيفش يبحث وعرف كيفش ناضي يخدم يعني مثل النظافة لك شي متول ومقاد وسميتوا وعطاهم الوقت أرا واحد النهار كونوا متأكدين إذا تبعتوا التوجيهات دي الفيديويات الحمد لله ديوتيبر عاطينا واحد الكنز يعني أنتم كتتواصلوا المعلومة بسيطاتش على دي مكانش عندنا المعلومة كتوصل عندهم كل شي دبال المعلومات واصلين يعني حاولوا أنكم ديروا المشاريع داروا على الشمعة ديالكم باش ما تفاش موضوع ديالنا سهلا هاد الأخطاء أنا حاولت نوضحها لكم باش أي واحد عنده شي خطأ من هاد الأخطاء هدي وهي شائع نقول لكم أنا كنسوو الناس كنبحت سوو هدي كاللقاء هاد الأخطاء رأى من الناس كيديروه يعني إلقيتوا شي خطأ من هاد الأخطاء حاولوا أنكم تدركوا رأى هاد شي يعني تجربت هاد الأخطاء ويعني بحثت فيها مزيان عاد حاولت أننا ندوونها الناس لي ما زال ما شاركوش معنا شاركوا معنا دعمونا بزير جيم واتقوا على الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة وعشبكم بروكا رمضان كريم إلى اللقاء شكرا شكرا